اظن ان احنا محتاجين حوار اوسع هو صحيح انها موضوع مؤقت جدا لكن الضرائب يعني مفروض ان الناس كلها بتدفع ضرائب طبعا مش كل الناس بتدفع ضرائب وبالتالي بيكون الضغط على عينة معينة من الشركات المدرجة او الشركات المفصح عنها او الشركات المسجلة ومن الافراد ايضا وبالتالي بتزيد خلاص شريحة العليا من الضرائب بقت على الافراد من الممولين 27.5% فالحقيقة ان احنا محتاجين توسيع قاعدة ضرائبية ايضا محتاجين بالاضافة الى ذلك ان تتصق السياسة الضریبية مع السياسة الاقتصادية لا يمكن ان تنفصل السياسة ضرائبية وتمشي الوحدة بينما السياسة الاقتصادية مشلا بتريد ان تعمل اعفاءات لمصانع صانعات جديدة والكربون وغير الكربون محتاجين وحدة السياسات الاقتصادية والضربية ويكون في فعلا سياسة ضربية واحدة ترعي كمان ما يبقاش كل سنة بقى كلنا في العين العشوية كل سنة الفوائد اللي عملت زيد كل سنة لو مصلحة الضرائب اتأخرت في الفحص يعني فيه قصص كتير جدا ونتمنى ان الوثيقة دي نشوفها في مسودتها الأخيرة